قال بيان صادر عن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث مع رئيس الأوكراني فلودمير زيلنسكي وقال البيان أن زيلنسكي طلب من بايدن أن يدعو زعماء العالم للتحدثي وبوضوح ضد عدوان الرئيس بوتن الصارخ والوقوف إلى جانب شعب أوكرانيا موضحا أن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها وشركاءها أيضا سوف يفرضون عقوبات شديدة على روسيا وبدوره أكد الرئيس الأمريكي أن بلاده سوف تواصل تقديم الدعم والمساعدة لأوكرانيا والشعب الأوكراني